أستاذ صفوان رئيس أردوغان أجر اتصالا بنظيره الروسي اليوم والحديث عن جولة جديدة من مفاوضات في إسطنبول أهمية أن تستضيف تركيا هذه الجولة الحقيقة هذا بيدل على وزن استراتيجي أصبح معترفي لتركيا في الإقليم ويدل كمان بنفس الوقت أن الطرفين بسبب علاقاتهم مع تركيا ومصالحهم من جهة والمصداقية اللي اكتشفوها بتركيا أثناء التعامل معها العاملين هدون أدى إلى أطمئنان الطرفين إلى أن المحادثات بتركيا ما نظر للرماد بالعيون وممكن تكون جادة وممكن تأدي لنتيجة إلا أني أنا ما بعتقد أنه المحادثات هاي هلأ جاهزة لأنه تطلع بنتائج وإنما ممكن تأطر خليني أقول مفاوضات عندما تنضج الظروف أكثر من هيك مو أكثر أنا برأي ولكن مهمة أنه نوضع إطار للطلبات لأنه بيبدأوا الطرفين بطلبات غير ممكنة بالنسبة للطرف الآخر وبيبدأوا يتفاوضوا عليها إلى أن يوصلوا لإطار ضيق العمل بيكون عليه هذا الإطار راح توضعوا هذه المحادثات لعبد الصير والمحادثات السابقة أيضا كانت مهمة لوضع إطار التفاوض وكلما أصبح هذا الإطار واضح أكثر وضيق أكثر منكون نحن اقتربنا من أنه نلاقي حل للموضوع ولكن أنا أعتقد أنه الأمور لسه ما نضجت لسه الطرفين عما يعولوا على إمكانية يصير خرق لصالح كل طرف لصالحه يعني زيلنسكي مبارح ما زال يطالب أوروبا يعطونا واحد بالمية نص بالمية من الإمكانيات العسكرية الموجودة عندكم نحن نوقيكم من شر مستطير قادم لا محالة بعدنا تأتي بولونيا وبعد بولونيا تكر الحبلة بحجة النازية أيوة بحجة نازية بحجة أخرى أمن قومي إلى آخره بوجود شخص يعتبر أن الحق يتمثل بالقوة هذا نوع من العبس التاريخي بالتاريخ مرة قبل شهر وأكتر يا روسيا لا في المصوص صلى الله عليه وسلم يلا جايلك دكتور محمود صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جايك دكتور محمود من أكتر من شهر كان عم ينحكى للروس أنه لا حاجدين على حدود قال لك عم نعمل تدريبات حتفوتوا على أوكرانيا لا ما حنفوت حتفوتوا يا دكتور محمود على أوكرانيا لا ما حنفوت هاي هستيريا أمريكية طيب دكتور محمود اشتركوا في القناة